بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من وله اللهم اغفر لنا ولواددين ولشيخنا ولمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى السابع النقض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد فإننا بعدما بدأنا الحديث فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأسئلة والاعتراضات الواردة على العلال والقياس وقفنا عنده الاعتراض السابع وهو النقض وهذا الاعتراض أو السؤال من الأسئلة التي يكثر ورودها جدا في كتب الفقه وهو من الأسئلة التي تدل على دقة الفهم وسعة الإدراك حينما يطبق المرء علة على معنى ثم يجد أن هذه العلة ينخرم حكمها في بعض الأحكام وسؤال النقض هذا الذي نص عليه الفقهة بعضهم يقول إنه خاص بالقياس ولا يرد على غيره والمحققون من أهل العلم يقولون إن النقض يرد على القياس وعلى غيره فيرد على الحدود ويرد على الشروط ويرد على الأدلة وليس خاصا بالعلال بل إنه يرد على كل قضية كلية ومسألة النقض نستفيد منها أمرين الأمر الأول وهو الذي سيتكلم عنه المصنف وهو أن القياس إذا ورد عليه نقض فهل يكون ذلك القياس وتلك العلة مردودة بسبب هذا النقض إذا لم يكن الإجابة عنه أم لا هذا سيجيب عنه المصنف بعد قريب وهناك مسألة أخرى وهي أن القياس أو العلة إذا سلمت من النقض فهل يكون ذلك دليلا على صحتها أم لا شوف الفرق بين المسألتين المسألة الأولى ورود النقض هل يدل على فساد القياس والعلة سيتكلم عنه المصنف بعد قريب الثانية سلامة العلة أو القياس من النقض بحيث أنه لم يمكن أن ينقض بصورة هل يدل على صحة ذلك القياس وتلك العلة أم لا لأهل العلم قولان في المسألة أو ردهم المرداوي وأكثر أهل العلم وهو الصحيح كما قال المرداوي على أن سلامة العلة والقياس من النقض لا يدل على صحة العلة وهذا الذي جزم به جماعة منهم ابن عقيل وغيرهم نعم بدأ بتعريف النقض فقال وهو إبداء العلة بدون الحكم هذا التعريف للعلة تعددت ألفاظ العلماء في علم الجدل والأصول والاعتقاد في ذكر معنى النقض والمعنى فيها متقارب وعبرته بعلماء الاعتقاد لأن علماء الاعتقاد يذكرون أن النقض هو وجود العلة بدون المعلول بينما يعبر الفقهة بأنه وجود أو إبداء الوصف أو العلة دون الحكم وقد ذكر الطوفي في شرحه للتائية أنه لا فرق على التحقيق بين كلام الفقهة وبين كلام غيرهم وإنما كلام الفقهة يخصونه في الأحكام فقط وإلا في النتيجة والمعنى واحد قول المصنف إبداء العلة يعني وجود العلة فيأتي المعترض على الدليل فيقول إن هذه العلة وجدت في صورة نقضي وجدت في صورة ولكن لم يوجد الحكم الذي زعمه المستدل في هذه الصورة إما الوجوب أو التحريب إذن فيذكر وجود العلة ويثبت تخلف الحكم عنها وكيف يثبت تخلف الحكم بأن يقول إن العلة وجدت وقد جاء النص بانتفاء الحكم عنها وسأذكر لكم بعد قليل أمثلة كثيرا متعلقة بذلك أو نحو ذلك من الأدلة الدالة على ذلك إذن قوله إبداء العلة أي وجودها بدون الحكم أي بدون الحكم الذي أورده المستدل في الفرع المتنازع بينه وبين المعترض عليه وفي بطلان العلة به خلاف سبق نعم هذه المسألة من المسائل التي نبه المصنف على أنها مترابطة حينما قال سبق يقول أهل العلم إن هناك ثلاث مسائل بينها تلازم المسألة الأولى هي التي تكلم عنها المصنف وذكرها قبل وهي مسألة اضطراد العلة والمسألة الثانية وهي مسألة تخصيص العلة والمسألة الثالثة وهو فساد العلة بالنقف هذه ثلاث مسائل بينها تلازم كيف ذلك؟ انظر معي من قال إن العلة يلزم أن تكون مضطردة فإنه يقول إنه لا يجوز تخصيص العلة وبناء على ذلك فإنه يقول إن النقض يكون مفسدا للعلة والدليل يقول يجب اضطراد العلة بمعنى يجب أن لا يتخلف صورة من الصور عند وجود العلة ومعنى ذلك أنه لا يصح تخصيصها فلا يصح أن توجد صورة مستثنات من هذه العلة وحكمها وبناء على ذلك فإذا وجدت صورة فإن هذه الصورة تسمى نقضا فيكون مفسدا للعلة إذن هناك انتبه لهذه المسألة المهمة وهي أن هذه المسائل الثلاث بينها تلازم أريدك أن تحفظها أولا اشتراط اضطراد العلة ثانيا جواز تخصيص العلة ثالثا فساد العلة بالنقض من قال إنه لا يشترط اضطراد العلة وهذا هو المذهب بناء على ذلك فإنه يصح عندهم ماذا؟ تخصيص العلة فعندهم لا يلزم للطراد وبناء على ذلك فإنه يصح التخصيص طيب البناء الثالث على هذا الشيء أنهم يقولون ماذا؟ أن النقضة مفسدا أن النقضة لا يكون مفسدا للعلة أليس كذلك؟ هذا هو الترتيب المنطقي لأن من لازم القول الثاني القول الأول وهذا ما فهمه الآمدي فإن الآمدي نسب لأكثر أصحاب أحمد أنهم يقولون إن النقضة للعلة لا يكون مفسدا لها نسب الآمدي هذا لأحمد وأصحابه وهو موجود في بعض كلام القاضي أبي يعلى وصاحبه أبي الخطاب ولكن انظر معي ذكر أبو البركات أن للقاضي كلاما آخر في نفس الكتاب يدل على أنه يرى أن النقضة مفسد للعلة فبعض أصحاب أحمد قال إن للقاضي قولين في هذه المسألة أن النقضة مفسد وقول آخر أن النقضة ليس بمفسد وقال المحق وقال بعض المحققين وهو الشيخ تقي الدين إن الصواب أن نقول إن النقضة مفسد مطلقا ويقول إنه لا يمكن أن يقول أحد من العقالة أو من الفقهة إن النقضة ليس بمفسد لأن العلة هي التي يوجد الحكم عند وجودها وينتفي الحكم عند انتفائها فإذا قلنا إن انتفاء العلة إن انتفاء الحكم مع وجود العلة لا يدل على فساد العلة إذن ناقضنا شيء معروف من بدهيات العقول فيقول الشيخ لا يصح أن نقول هذا القول مطلقا وننسبه لأحد من أهل العلم ناهيك أن ينسب لأصحاب أحمد إذن ما تحرر القول لأصحاب أحمد حسب تقرير الشيخ تقييدين يقول إن القاضي وغيره الذين قالوا إن النقض لا يكون مفسد للعلة مرادهم النقض الذي يكون من باب المانع وجود المانع أو تخلف الشرط لا مطلق النقض يقول لم يقول أحد بأن مطلق النقض لا يكون مفسد العلة لما ركزت في هذه المسألة لأن بعض من كبار الأصوليين ومنهم الآمدي نسب لأصحاب أحمد هذا الكلام وهم لم يقولوا بذلك أبدا بل إن هذا الكلام قواعدهم واستعمالهم للأدلة والحجاج بضد ذلك فأصحاب أحمد يقولون أن النقض مفسد للعلة ولكن ليس كل نقض وهو تخلف الحكم مع وجود العلة يكون مفسدا بل قد يكون لأسباب سيأتي في كلام مصنف الإشارة إليها هذا الكلام ذكرت لك هذا مهم جدا في تحرير مذهب أصحاب أحمد في هذه المسألة طيب قول مصنف خلاف سبق أي سبق ما ليس الخلاف ما بني عليه وهو قضية تخصيص العلة أو الطراد العلة الخلاف في هذه المسألة قيل إنه طويل جدا حتى أبلغ حتى أوصله المرداوي في التحبير إلى عشرة أقوال سأورد من هذه الأقوال العشرة ما نسب لبعض أصحاب أحمد في هذه المسألة أول هذه الأقوال أنه نسب لأصحاب أحمد أنهم يقولون إن النقض لا يؤثر في فساد العلة وقلت لكم إن الآمد نسبه لأصحاب أحمد وقال إن أكثرهم عليه وهذا القول يعني ليس بصحيح لأنهم يقولون إن النقض ليس من الأسئلة الصحيحة والاعتراضات الواردة على القياس وقلت لكم من الشيخ تقييدين ينفي هذا القول ويقول ما جاء عن القاضي فإنما هو بناءً على يعني صور معينة بيّنها وأنها من باب تخلف الشرط أو وجود المان القول الثاني وهو قول كثير من أصحاب أحمد صرحوا به على سبيل إطلاق منهم أبو عبد الله بن حامد وتلميذه القاضي نص عليه صراحة في العدة ونقله عنه أبو البركات وغيرهم أن النقض يكون مفسداً للعلة فيكون النقض سؤالاً صحيحاً من الأسئلة الصحيحة والاعتراضات الصحيحة المتوجهة للقياس والعلة من الأقوال كذلك أنه نسب أو خرج عفواً على قول الموفق في مسألة التراد العلة حينما قال إنه المنصوصة أن العلة إذا كانت منصوصة فإنه لا يقدح فيها النقض وأما المستنبطة فإنه يقدح فيها النقض هذا ذكر أيضاً الموفق بن قدامه وهذا القول الثالث في المذهب القول الرابع في المذهب وهو أو للفخر اسماعيل أنه قال عكس القول السابق أنه يكون قادحاً في المنصوصة دون المستنبطة نعم هذه الأقوال هي التي نقلت عن أحمد والكلام في ذلك يعني قلت لكم أنه يصل إلى عشرة أقوال بفضل شكراً ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض على الأصح نعم طيب قبل أن نبدأ بصورة النقض خلنا أذكر طرق لنقض الأدلة أو أمثلة لنقض الأدلة الأمثلة كثيرة جداً جداً يريدها العلماء ولكن من أمثلة ذلك لو أنه مستدلاً ذكر علة لحالة معينة في القتل وجوب القصاص فقال إن العلة في وجوب القصاص أن القتل قتل عمد عدوان أن القتل قتل عمد عدوان فحينئذ يجب القصاص ويذكر أي فرع من الفرود فيأتي المعترض عليه فيقول إن تعليلك بأن القتل قتل عمد عدوان منقوض لأن هناك حالات يكون فيها القتل قتل عمد عدوان ومع ذلك لا يكون فيها وجوب القصاص مثل من قتل من ليس مكافئاً له فقتل غير المكافئ يقولون إنه لا قصاص فيه فوجد الحكم ولم توجد العلة والعلة هذه على أصول أحمد فهل هذا السؤال صحيح أم لا؟ هذا مثال من الأمثلة كذلك أيضاً عندما يقولون مثلاً عن سبيل المثال إن السرقة هي العلة في قطع اليد فيأتي شخص ويقول لا ليست السرقة بدليل أن من سرق من غير حرز أو أن الذي سرق دون النصاب لا تقطع يده فيقول إن هذه الصورة وجدت فيها العلة وهو السرقة فعل السرقة وتخلف فيها الحكم وهو قطع اليد فهل هذا السؤال صحيح أم لا؟ هو من هذا الباب وقلت لكم إن أكثر أهل العلم على أن النقطة في الجملة مقبول وهكذا الأمثلة الكثيرة جداً يعني أيضاً من أمثلة عندهم عندما يقولون مثلاً إن من أسباب طهارة اللحم والجلد أن يكون قد ذكي وسوفي حدم سوفي حدم بقطع اثنين من أربعة أو بقطع أحدها على سبيل التعيم الأربعة وهو الوديجان والمريء والحلقوم فيأتي شخص ويقول إن غير مأكول اللحم إذا قطعت من هذه الأربعة فلا يطهر لحمه ولا يجوز أكل لحمه ولا يطهر جلده فحينئذ نقول إن هذه القاعدة منقوضة هذا كلامه سيأتينا بعد قديل الإجابة عن هذه الأسئلة وأن أغلب ما نقضت من هذه الأمثلة وردت لكم هي من باب إما وجود مانع أو تخلف شرط ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض على الأصح نعم هذه المسألة في مسألة احتراز المستدل في دليله يعني لو أن المستدل ابتداء أراد أن يذكر دليله وهذا الدليل فيه صورة نقض لأحد الأسباب الأربعة إما أنه وجود مانع أو تخلف شرط فهل يجب عليه أن يذكر ذلك في الدليل أم لا هذه صورة المسألة قول المصنف يجب يدلنا على أن الخلاف الذي سيريده بعد قليل إنما هو في الوجو فقط وأما من حيث الجواز أو الندب فهي باتفاق نبه عليه جماعة من الأصورين وقوله احتراز المستدل أي في الكلام الأول عندما يذكر دليله قبل ورود الاعتراض عليه احترازه في دليله أي الدليل الذي يذكره في أول كلامه عن صورة النقض أي عما سيرد عليه من النقض من المعترض من الصور إما لكونها وجود شرط أو لكونها امتناع أو كونها من تخلف مانع فيقول لا لكذا قول المصنف على الأصح يدلنا على أن المسألة فيها خلاف على قولين وهذا التصحيح الذي ذكره المصنف أخذه من كلام الموفق والطوفي وكثير من الأصولين ويقابل قول المصنف الأصح القول الثاني وهو أنه لا يلزم ذلك وهذا القول الثاني انتصر له الشيخ تقي الدين وقال هذه هي طريقة السلف وأهل الجدل المتأخرين وكثير من الفقهة في كتاباتهم فإنهم يذكرون الدليل ولا يذكرون معه الشروط إذا كان بشرط كذا وكذا 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 ولا يذكرون معه مع لزوم انتفاء الموانع فالسياق يقتضي السياق على معرفة الكتاب الفقه كاملا أنه يكون الشروط يلزم أن تكون متوفرة في الذهن عند ذكر هذا الدليل وقال إن هذا هو الأولى لكي لا يطول الأدلة تكون الدليل طويل جدا أضرب مثالا كيف يكون الاحتراث من الأمثلة إذا أوردت لكم قبل قليل لو أن امرأة أتى لفعل معين وفرع معين وأراد أن يحكم بقطع اليد فيه فقال لأنه سارق فتقطع يده وقلنا إن صورة النقض هو أن يقال إنه سرق من غير حرز فإذا أراد أن يحترز من اعتراض المعترض فيقول لأنه سارق مالا بلغ نصابا من غير حرز وليس له شبهة ملك شبه ثلاث احتراضات فتقطع يده يرحمكم الله فالعلة هي السارقة والباقي إنما هي احتراز عن الاعتراض فهي تطويل الكلام والحقيقة أن كلام الشيخ هو الأوفق بطريقة الفقهاء وإن كان أكثر الجدليين الفقه المتقدمين كما ذكر مصنف على أنه الأصح طيب هذه المسألة هل يلزم ذكر الاحتراز من ذكرها أم لا ما فائدته يعني من من نبه على ثمرة هذه المسألة الشيخ تقي الدين أيضا فقد نبه الشيخ تقي الدين أن من قال بلزوم التحرز من الوصف الذي ينقض به فإنه لا يقبل الجواب ببيان الفرق ومن قال إنه لا يلزم التحرز فإنه يقبل الجواب ببيان الفرق هكذا قال ولكن على العموم الطوفي يقول إن الخلاف في هذه المسألة يسير وسهل فكأن الطوفي يقول الحقيقة أن الخلاف سهل سواء ذكرت هذه الاحترازات أو لم تذكرها فالمعنى فيها متقارب نعم ودفعه إما بمنع وجود العلة أو الحكم في صورته نعم بدأ يتكلم المصنف عن دفع الاعتراض ومعنى دفع الاعتراض بمعنى أن المستدل يجيب عن الاعتراض الذي أورده المعترض على دليله فيكون إجابة من المستدل وهذا اللي يسمونه الدفع أي إجابة المستدل وقد بيّن المصنف أنه يجاب عنه بأربعة أمور كذا أورد المصنف أربعة وقد تبع في هذه الأربعة جماعة من أهل العلم وغيرهم زاد خامساً وهو أن يذكر أن العلة منصوصة لأن العلة إذا كانت منصوصة فإنه لا يقبل فيها النقض كما نقل عن الموفق بن قدامى فإنه يرى أن العلة منصوصة لا تقبل النقض مطلقاً وهذا بناء على أصله أو رأيه أن العلة المنصوصة منصوصة من الشارع فالواجب أن لا تقبل أن لا يعني يحكم بفسادها بالنقض لأنه إذا وجد النقض شوف معي إذا وجد النقض للعلة المنصوصة فإنه لا يدل على فسادها وإنما يدل على أن العلة المنصوصة هي جزء من العلة فتحتاج لوصف آخر فتحتاج إلى علة معها فتكون علة مركبة لأن المنصوص من الشارع وخاصة المنصوص الصريح أو المجمع عليه هذا لا ينقض بحال لانعقاد الإجماع عليه أو لوجود النص الصريح أما المومأ عليها أو المومأ إليها فهذه تحتمل النقض نعم أول مانع أول عفوا دفع أو رد من المستدل على النقض قال إما بمنع وجود العلة بمنع وجود العلة يعني أنه يمنع أن العلة وجدت في صورة النقض كاملة طبعا بمنع وجود العلة كاملة يجب أن نقيدها بكونها كاملة لأن قد يوجد جزء العلة إذا كانت من وصفين ونحو ذلك فيقول لم توجد العلة كاملة فيأتي المستدل فيقول هذه الصور التي نقضت علي بها علتي ودليلي لا أسلم لك بصحة وجود العلة في الفرع الذي نقض به والصورة التي نقض بها وهذه يمثل لها بأمثلة يعني على سبيل المثال يعني عندما يأتي يعني مثلا خلنقول يعني هو أورد قالوا في مسألة النجاسات في مسألة النجاسات فيقول من أمثلتها مثلا ما ذكره بن عقيم أنهم حينما استدل بعض الفقهاء على وجوب المضمضة فيقال لأن المضمضة تجيب لإزالة النجاسة فتجيب في الوضوء والغسل إذا كانت النجاسة في داخل الفم فيجب المضمضة له لأن الفم يعتبر من الظاهر وليس من الباطل وأنتم أن تعلمون أن ما كان من الظاهر فإنه يجب غسله ويجب إزالته هذا الدليل فيأتي المعترض عليه فيقول ماذا يقول منقوض ذلك بصورة وهو داخل العين فإن داخل العين قد تكون فيه النجاسة ومع ذلك لا يجب غسله إلا على قول ابن عمر فهذه نجاسة موجودة في تجويف في الوجه فحينئذ نقول ذلك فيأتي المعترض ويقول لا أسلم لك أن الذي في العين نجاسة فإنه طاهر وليس من النجاسات كما ظن ابن عمر رضي الله عنه وهكذا من هذا الباب فيقول لا أسلم لك أن العلة موجودة في صورة النقض نعم أول حكم في صورة يعني يمنع أن الحكم موجود في الصورة نعم يقول وجدت العلة لكن لا أسلم لك أن الحكم كما تزعم وإنما الحكم موافق لطرد قاعدتي وعلتي وهذا كثير جدا فيقول لك عند وإذاك تجد بالذات في التعليق للقاضي بيعلى عندما ينقض عليه بصورة يقول لا أسلم ذلك فإنه في مذهبي أحمد رواية توافق هذا القول عندما وجد هذه العلة فيقول لا أسلم لك نعم في مذهبك هو كذلك لكن في مذهبي أنه يوجد رواية توافق ذلك نعم ويكفي المستدل قوله لا أعرف رواية فيها إذ دليله صحيح فلا يبطل بمشكوك فيه نعم يقول المصنف تفريعا على رد المستدل بأنه لا يسلم بالحكم في الصورة المنقوضة أن المعترض إذا اعترض على دليل أو علة بصورة نقض معينة فإن الجواب عنها التسليم إما بأن يقول إن حكمها موافق لما ذكرت هذه حالة والحالة الثانية ما ذكرها المصنف بعد ذلك حينما قال لا يلزم أن يذكر الحكم بل قد يقول لا أعلم ما هو مذهب صاحبي أو مذهب أصحابنا في هذه المسألة وذلك يقول ويكفي المستدل أي يكفي المستدل لمنع الحكم في الصورة التي نقض بها المعترض علة المستدل يكفيه في ماذا يكفيه في منع الحكم في هذه الصورة بأن يقول لا أعرف إن قال أعرف حكمها وأنه موافق للعلة فالحمد لله هذا هو الكمل لكن لو قال لا أعرف حكما ما أعرف ماذا يقول أصحابنا في هذه المسألة نقول حينئذ إن هذا كافي بماذا قال إذ دليله أي الدليل الذي استدل به على الفرع المتنازع فيه صحيح فلا يبطل بمشكوك فيه ما هو المشكوك فيه الصورة التي نقض فيها مشكوك هل تخلف الحكم فيها أم لم يتخلف إذ أن المسدل لا يعلم مذهب صاحبه فيها هذه مسألة واضحة وسهلة جدا فقط هنا فائدة يعني خارج عن الدرس قليلا عبر المصنف بقوله لا أعرف الرواية فيها قوله لا أعرف الرواية المقصود بالرواية عند أصحاب أحمد أمرين وليس أمرا واحدا فالأمر الأول يقصدون بها الرواية المنقولة عن الإمام إما بنصه أو بإيماء كلامه هذا الأمر الأول فكأنه يقول لا أعرف ماذا قال إمامنا أحمد في هذه المسألة وذلك عبره بالرواية من كلامه النصي أو المومأ المفهوم من كلامه الأمر الثاني الذي يقصدونه بالرواية هو ما أخذ من أصول أحمد وقواعده وهي الوجوه وأنتم تعلمون أنهم قرروا أن ما قيس على مذهبه هل يكون مذهبا له لهم طريقتان والأكثر من أصحاب أحمد كما بيّنها مرداو وقبلها بن حمدان أنه يكون مذهبا لأحمد فكل ما أخذه أصحاب أحمد من قواعده التي نص عليها أو استنبطت من كلامه وطريقته في الأدلة فإنهم يتجوزون ويسمونها رواية عن أحمد وهذه طريقة كثير من المتقدمين نبه على ذلك أيضا المرداوي في أول كتابه الإنصف إذن فقط هذه الفائدة تتعلق بالتعبير بالرواية سواء عبرت بالرواية أو عبرت بأن تقول لا أعرف قولا لأصحابنا أو لإمام مذهبنا ونحو ذلك المعنى فيهما سواء نعم وليس للمعترض أن يدل على ثبوت ذلك في صورة النقض لأنه انتقال واصم نعم يقول المصنف وليس للمعترض أن يدل بأن يعني يذكر الدليل على ثبوت ذلك في صورة النقض قوله ثبوت ذلك الثبوت يعود لأمرين ثبوت العلة في الأصل المنقوض به وثبوت الحكم فيها لأن المستدل منع أمرين منع وجود العلة في صورة النقض ومنع الحالة الثانية قد يقول أسلم وجود العلة لكن أمنع الحكم فإذا منع خلاص انتهت المناظرة في هذه السؤال يجب أن تنتقل لسؤال آخر لا يأتي المعترض فيقول الدليل على ثبوت العلة في الصورة كذا والدليل على أن الحكم يخالف مذهب أصحابك كذا يقول لا تجب بهذا الجواب لماذا؟ قال لأنه انتقال وغصب انتقال عن محل المناظرة انتقل هذا أصبح دليل مناظرة في موضوع آخر أصبح تناظر في شيء آخر ليس في الدليل وإنما تناظر في دليل آخر أنت ابتدأت به وأصبحت أنت المستدل أيها المعترض فأصبح انتقال لأمر آخر وغصب ما معنى غصب؟ يعني أنه أخذ محل المستدل صار هو المستدل فكأنه غصب فكأنه غصب مكان المستدل أصبحت أنا المعترض أيها المستدل فأصبح تقالب الأدوار وذلك ترتيب الأفكار هذه من أهم الأمور المتعلقة في علم الجدل متى تكون معترضا ومتى تكون مستدلا وذلك الذين يتكلمون عندنا في الجدل من غير معرفة هذه القواعد تجد يعترض ويستدل ويحكم في جملة واحدة والقصد من هذه القواعدة يردها علماء الجدل إنما هو تنظيم الأفكار كما نبه عن ذلك الشيخ تقيدي أو ببيان مالعين أو انتفاء شرط تخلف لأجله الحكم في صورة النقض نعم هذا الأمر الثالث الذي يدفع به الاعتراض بالنقض أو سؤال النقض فإن المعترض إذا اعترض بصورة وجد فيها العلة وتخلف فيها الحكم فللمستدل أن يجيب عن ذلك بجواب غير الجوابين السابقين وهو أن يقول إن يقول أول شي سلمت وجود العلة في هذه الصورة وسلمت الحكم الذي يخالف حكم الفرع المتنازع عليه لكن هذا الحكم اختلف لفوات شرط أو لوجود مانع لفوات شرط أو لوجود مانع مثاله ما ذكرنا قبل قليل في مسألة السارق ومثله أيضا في كثير من الأمور الأمثلة ذكرنا أغالبا تكون لفوات شرط وهذه من الصور المتفق عليها كما ذكر بعضهم نعم ويسمع من المعترض نقض أصل خصمه فيلزمه العذر عنه لا أصل نفسه نحو هذا الوصف لا يتقد على أصله فكيف يلزمني إذ دليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه في صورة النقض كمحل النزاع نعم هذه مسألة سهلة جدا سأرد تقسيما معينا لكي نفهم هذه المسألة لأن هذه المسألة يعني تذكر صورتين فسأذكر لكم كامل الصور إذا أورد المعترض صورة نقض فإن هذا النقض حكم النقض لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون حكم متفقا عليه في صورة النقض بين المستدل وبين المعترض ففي هذه الحالة باتفاق أهل العلم أنه يصح النقض بها لا خلف إلا ما حكي قبل قليل أن النقض يساب السؤال هذا قلت لكم الشيخ تقيدين ينكر إطلاق هذا القوم طيب هذه الحالة الأولى الحالة الثانية التي ذكرها المصنف وهو أن يكون النقض بحكم عند أو على مذهب المستدل فقط وليس على مذهب المعترض وليس على مذهب المعترض فيقول المعترض هذه العلة التي أوردتها في دليلك وجدت في الصورة الفلانية وعلى مذهبك شوف كيف وعلى مذهبك تخلف الحكم فهذه أيضا قيل باتفاق إنه يصح ولكن بعض الجدليين يخصها بإسم ويسميها النقض المفرد المفرد لأنه نقض على مذهبك أنت الحالة الثالثة أن يكون النقض بحكم مسألة على مذهب المعترض وحده فقط المعترض وحده فهذه المسألة حكية اتفاق بين أهل العلم على أن الاعتراض غير مسموع والذي حكل اتفاق الشيخ تقيدي لكن وجد في بعض كتب علم الجدل ما نقض عن ابن الباقلاني وغيره أنه إذا كانت العلة سمن سمعت وإن لم تكوا على مذهب المستدل وبعضهم قال بشرط التسليم من المستدل فآل القول إلى ما قال الشيخ تقيدي أنها لا تسمع إذن عندنا ثلاثة أحوال إما على حكمهما على مذهبهما معا فهنا باتفاق وإما على مذهب المستدل فقط فهذا تسمع ويسميها بعضهم بالنقض ماذا؟ المفرد والثالثة أن تكون على مذهب المعترض وحده فهذه لا تسمع في الجملة يعني قد تكون جزئيات عند بعضهم انظروا لكلام مصنف يقول ويسمع من المعترض نقض أصل خصمه يعني أنه يسمع له إذا كان هذا الصورة التي نقض بها خصمه يقول بها أي بصورة النقض فحينئذ تسمع مباشرة من غير دليل هذا معنى قوله ويسمع من المعترض نقض أصل خصمه أصل خصمه يعني هذه المسألة التي اعترض بها على أصلك وقواعدك وحكمك هي منقوضة فحينئذ تسمع مجرده ولا يلزمه أن يأتي بدليل بمجرد ذكرها إذا وافقه المستدل فقال نعم على مدهب أصحابنا هي منقوضة فحينئذ تسمع فيجب على المستدل أن يجيب بأحد الأجوبة الأربعة قال فيلزمه أي يلزمن المستدل العذر عنه أي العذر عن سورة النقض وبما يكون العذر بأحد الأمور الأربعة التي يجاب بها أو يدفع بها الاعتراض وذكرناها قبل قد هذه سهلة قال لا أصل نفسه أي لا يأتي بمسألة حكمها على مذهبه هو فقط إذن فقوله لا أصل نفسه أي على مذهب نفسه فقط وليس على مذهبه ما معا وإنما على مذهبه فقط قال نحو أي فيجيب المستدل هذا الوصف لا يضطرد على أصلي يقول لا يمشي على أصلي أي على مذهبي هنا أصلي بمعنى مذهبي فلا يضطرد على أصلي فكيف يلزمني خلاص كيف تلزمني بشيء لا أقول به أنا أقول بخلافة فأنا على مذهبي لا أقول بذلك أنا اضطردت القاعدة عندي فكيف تنقض علي بصورة لا أقول بها ثم علل ذلك فقال إذ دليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه أي حجة على الخصم في صورة النقض كمحل النزاع يعني كما أنه لا يصح الاستدلال بمحل النزاع في المسألة فكذلك إذا نقض بمسألة المعترض رأيه فيها يخالف حكم المستدل الآن هم كيف صورة المسألة باختصاب مسألة سهلة هذه جدا مستدل ومعترض اختلف في فرع معين المستدل يرى وجوبه والمعترض يرى منعه فجاء المعترض قال أنقض على علتك أنها وجدت في المحل الفلاني وهي ممنوعة عندي فيقول المستدل يقول هذا أصلا على أصل هي واجبة فهي مضطردة على أصلي وكلامك لا يضطرد على مذهبي وعلى أصلي فكيف يلزمني فأجيب لي كلام مذهبي أو قولي أو صاحبي لكي أقول لك نعم أنت ألزمتني بهذه الصورة صورة النقض هذه الصورة سهلة جدا وهي بالعقل يعني أغلب ترى المسألة المتعلقة بالنقضة هي عقلية فقط من جرد ترتيب للحجاج نعم أو ببياني ورود النقض المذكور على المذهبين كالعراية على المذهب نعم هذا الأمر الرابع هذه ثلاثة سابقة وهذا هو الرابع من الأجوبة التي يجيب بها المستدل وهو ببياني ورود النقض المذكور على المذهبين بمعنى أنه يقول أن هذه الصورة التي نقضتها بها هي على مذهبي وعلى مذهبك عبر المصنف بقوله كالعراية على المذهبين العراية تعرفون ما هي وهي شراء بيع التمر على رؤوس النخلي خرصا بيع الرطب على رؤوس النخلي خرصا بوزنه تمرا بشرط الجز حالا مع شرط التقابط للحاجة وهذه أو التعريف يشمر الشروط الخمسة التي أوردها أصحاب أحمد باقي الخامس وهو أن يكون فيما دون خمسة أوسق هذا هو العراية العراية تجوز على المذهبين ممن يجوز العراية لورود النص لا تقول لي إن قاعدة إن ما لم يعلم فيه الكيل فإنه يكون مجهولا أن عدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل هذه قاعدة وعلة وذلك لا يجوزون بيع الصبر بجنسها جزافا بجنسها ما يجوز لأن عدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل يجي ينقض يقول العراية هذا خرصتها خرصا ببصرك نقول هذه لا ينقض بها لأن عندي وعندك كلانا نجعلها مستثنى ما هي الأشياء التي تكون على المذهبين أورد العلماء عددا من القواعد الكلية منها قالوا أن تكون هذه جرت على غير سنن القياس ومر معنا في أول القياس عندما تكلمنا أن ما جرى على غير سنن القياس لورود النص مثل يقول الدية بعض الناس يرى السلام بعض الناس يرى الإجارة بعض الناس يرى كثير من العقود يرى أنها جرت على خلاف سنن القياس الأمر الثاني قالوا كل ما كان من باب الرخص فلا تنقض العلل بالرخص أي رخصة لا ينقض بها العلة عندما نقول إنه يجب متابعة الإمام وعدم التسليم قبله لو جاء شخص وقال منقوضة هذه القاعدة بصلاة الخوف نقول قف صلاة الخوف رخصة وما كان رخصة فلا تنقض به العلل والقواعد الكلية منها أيضا ما ذكروا أنه الصور المنسوخة فإن ما كان منسوخا لا ينقض به لأن أنا وأنت لا نقول به فهو على المذهبين لا يقولون بالحكم لو أن المعترض قال أعترض عليك بالحكم الفلان الذي نسخ نقول هذا نسخ وانتهى لا على مذهبي ولا على مذهبك نأخذ به فلا ينقض القياس ولا العلة بالصورة المنسوخة وهكذا أورد نحو من سبع صور نعم وقول المعترض دليل علية وصفك موجود في صورة النقض غير مسموع إذ هو نقض لدليل العلة لا لنفس العلة فهو انتقال نعم هذا رد أو يعني ذكر المصنف هنا بعض الردود التي يوردها المعترض على إجابة المستدل على الاعتراض فلو أن المعترض قال دليل علية وصفك موجود في صورة النقض جاء وأثبت له أن العلة موجودة كذا فقال إن دليل العلية وهو مسالك العلة التي تقدمت موجودة في صورة النقض نقول هذا لا يعني لما نشمع لهذه الكلام لما أورد المعترض صورة نقض فأجاب المستدل بأن هذه العلة غير موجودة أو الحكم غير موجود أو نحو ذلك فرد المعترض قال لا بل إن دليل العلية موجود في هذه الصورة قال هذا غير مسموع لأن هذا الرد من المعترض هو نقض لدليل العلة لا للعلة لأن دليل العلة هو السبر والتقسيم أحيانا وأحيانا قد يكون الدوران اللي هو أيضا سبر التقسيم وأحيانا قد يكون أيضا المناسبة وهكذا فلابد أن يكون يعني البحث العلة وليس في دليل العلة قال فهو انتقال أي انتقال من موضوع إلى موضوع آخر نعم ويكفي المستدل في رده أدنى دليل يليق بأصله نعم يقول يكفي المستدل في رده على كلام المعترض قبل قليل عندما قال إن الدليل على هذه العلية الأخرى كذا يقول أدنى دليل أي دليل يكفي فإنه يرد وقال يليق بأصله أي بالحكم الذي يعني قال به وهو محل النزاع نعم والكسر وهو إبداء الحكمة دون الحكم نعم بدأ يتكلم عن المصنف عن سؤال فيه شبه بالنقض وهو سؤال سهل جدا ولكن لم يجعل له رقما ويقول السابع أو الثامن لأن المصنف يرى أن هذا السؤال غير صحيح فهذا من الأسئلة المختلفة فيها والتي يرى فيها المصنف أنه سؤال ليس بصحيح هذا السؤال وهو سؤال الكسر سؤال الكسر قال والكسر هو إبداء الحكمة دون الحكم الفرق بين النقض وبين الكسر أن النقض هو إبداء العلة وجود العلة وتخلف الحكم بينما الكسر هو وجود الحكمة شف الحكمة ولا يوجد مع وجود الحكمة الحكم أضرب مثالا في ضيق الوقت عندما يأتي شخص ويقول تقصر الصلاة لعلة السفر تقصر الصلاة لعلة السفر والحكمة فيه المشقة فخففنا عن المسافر لأجل حكمة فأبحنا له القصرة والفطرة والجمع بين الصلاة فيأتي المعترض ويقول المشقة طيب العمال في المصانع عليهم مشقة كبيرة وجدة الحكمة لما لا نقول إنهم يفطرون ويقصرون ويجمعون هذا هو إبداء الحكمة وتخلف الحكم هذا الذي يسمى الكسر هذا الكسر هل هو حجة أم ليس بحجة فيها وجهاني يعني على مذهب أصحاب أحمد الوجه الأول تفضل غير لازم غير لازم فرد نعم الوجه الأول أنه ليس بلازم وهذا عليه كثير من أصلي من أصحاب أحمد أنه غير لازم يعني أنه سؤال ليس بلازم الإجابة عنه فلا يلزمه أن يجيب وتصبح يعني حجته صحيحة وليس منقوض والذليل ليس منقوضا قوله فرد أي رد هذا السؤال وعلّل هذا القول بأن قال إذ الحكمة لا تنضبط برأي فرد ضبطها إلى تقرير الشارع نعم يقول لي أن الحكمة لا تنضبط بالرأي ليس منضبطة وإنما هي يعني غير منضبطة في الجملة فحينئذ يعني لا بد حينئذ يرد إلى تقدير الشارع فتضبط بالأوصاف فقط أرجعكم لأول كتاب القياس أهل العلم يقولون إنما يناط بالحكم ثلاث درجات إما وصف وإما حكمة وإما مظنة شوف هذا الترتيب مهم فالحكم يجب أن يناط بالوصف وفي معنى الوصف أمرا الاسم تكلمنا عن هل يجوز التعليل بالاسم والحكم والاسم يؤول إلى الوصف وخاصة إذا كان مشتقا وأما إن كان غير مشتقا هذا كلام أعدته يعني وأما إذا كان غير مشتقا بأن كان جامدا فالتعليل بالاسم الجامد يدل على أن العلة قاصرة لأنه محمد صلى الله عليه وسلم لأنه خزيمة بن ثابت لأنه خزيمة بن ثابت فعلل به هو فعلل باسمه فإذا علل بالاسم الجامد فيدل على أنه قاصر وليس بمتعدي وأما إذا كان بالاسم المشتق فإنه متعدي مثل السارق وهكذا إذن هذا الوصف إذا عدم الوصف جاز التعليل بالحكمة على الصحيح بشرط أن تكون منضبطة بشرط أن تكون منضبطة مثل التعليل بالحكمة إذا كانت منضبطة كانت تذكرون عندما قلنا إن الذي يعجز عن القيام حقيقة أو حكما والعجز الحكمي وهي المشقة إما بعدم القدرة على إما بأن يكون القيام في الصلاة يزيد مرضه أو يؤخر مرضه أو يكسبه مرضا فكل هذا عجز حكمي وهي مشقة لأجل مرض فحينئذ يجوز له أن يصلي قاعدا لأنها انضبطت وذلك تجد العلماء يجعلون ضوابط للمشقة يجعلون ضوابط لنحو ذلك من المعاني المتعلقة أو الخوف ونحو ذلك فيجوز حينئذ التعليل بالحكمة الحالة الثالثة وهو المظنة وقد نبه المحققون ومنهم الشيخ تقي الدين في شرح العمدة على أن التحقيق أنه لا يجوز التعليل بالمظنة إلا إذا عدمت الحكمة أو لم تكن منضبطة إذن بهذا الترتيب يعلل بالوصف إذا فقد فبالحكمة بشرط أن تكون ماذا منضبطة فإذا عدمت الحكمة أو لم تكن منضبطة جاز التعليل بالمظنة بهذا الترتيب فتكون العلة مظنة وجود الوصف ليس الوصف وإن مظنة وجود الوصف قال ويخطئ سالي الباب فائدة الشيخ تقييدين يقول ويخطئ ميض أنه يجوز التعليل بالمظنة مع القدرة على ضبط الحكمة نرجع للكسر إذن نقول إن الكسر لا يصح التعليل به إذا كانت العلة وصفا لكن إذا كانت العلة حكمة منضبطة فإنه يجوز التعليل بها من أمثلة التعليل بالحكمة وانتفائها قول عمر رضي الله عنه من جمع بين صلاتين من غير حاجة فقد أتى كبيرة من كبائل الذنوب الحاجة هي هي حكمة وليست علة لأنها مصلحة الحاجة مصلحة وإذلك نقول الصواب في أن الكسر طبعا هذا القول الأول أنه غير لازم القول الثاني أنه قول أن الكسر من الأسئلة اللازمة الصحيحة وقد نسب ابن عقيل في كتاب الجدل هذا القول بأن الكسر سؤال صحيح لأصحاب الإمام أحمد والأقرب أننا نجمع بين القولين فحيث كانت العلة وصفا غير الحكمة فلا يكون الكسر سؤالا صحيحا وإن كان المناط الحكم هي الحكمة المنضبطة فحينئذ يكون الكسر صحيحا فنقول حينئذ لا فرق بين القولين ومذهب أحمد لا تعارض بينه في مسألة الكسر ومسألة الكسر طبعا فيها خلاف فيما معنى الكسر لكن هذا على التفسير المشهور الذي أورده المصنف نعم وفي اندفاع النقل بالاحتراز عنه بذكر الرصم في العلة لا يؤثر في الحكم ولا يعدم في الأصل لعدمه نحو قوله في الاستجمار حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه السيب والأبكار فاشترط له العدد كرمي للجمار خلاف الظاهر لا لأن الطردي لا يؤثر مفردا فكذا مع غيره كالفاسق في الشهادة نعم هذه المسألة يعني رجوع للنقض رجع لأول كلام النقض تذكر عندما ذكرنا في أول مسألة النقض قبل قليل عندما قال المصنف إنه يجب الاحتراز عن صورة النقض بدأ يتكلم عن بعض الفروع المتفرعة على ذلك فقال وفي اندفاع النقض يعني هذه الصورة التي يحترز بها يقول لها حالتان إما أن يحترز بوصف طردي وإما أن يحترز بذكر الشرط أو المانع انتفاء المانع فبدأ بالصورة الأولى يقول وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه أي عن النقض بذكر وصف في العلة لا يؤثر في الحكم قوله وصف العلة لا يؤثر في الحكم معناه أنه وصف طردي لا أثر له في الوجود مطلقا وسيطلب له مثالا بعد قريب لا أثر له في الحكم طبعا ليس في الوجود وإنما في الحكم قال ولا يعدم في الأصل لعدمه لأنه ليس شرطا ولا مانعا قال نحو قولهم في الاستجمار إذا أرادوا أن يعللوا جوازا الاستجمار بالحجارة قالوا حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكر فيزيدون كلمة الثيب والأبكر قالوا لكي لا يأتنا شخص فينقض علينا فيقول إن الأحكام المتعلقة بالأحجار بعضها يفترق بين البكر والثيب وهو الرجم رجم الزاني والزانية إذا كانت بكرا فإنها لا ترجم وإذا كانت ثيبا فإنها ترجم نقول هذا الوصف وهو أنه يستوي فيه الذكر فيه الثيب والبكر لا أثر له في حكم الطهارة فحينئذ ذكر المصنف أن فيه خلافا سيذكر الحكم بعد قليل قال فاشترط له العدد لا ينقض علينا شخص فيقول إن الرجم اهل اللي اشترط فيه العدد أم لا بمعنى أنه يرمي بالحجر الواحد أكثر من مرة نقول هذا لا دخل له لأنهم ذكروا هذا الوصف هذا كلامه كرمي الجمار فرمي الجمار حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار فلزم فيه العدد ولا ترمى الحجرة الواحدة سبع مرار بل لا بد أن يأتي بسبع حجار فكذلك فرستجمار لا بد أن يأتي بسبعة أحجار قال الظاهر يعني الصحيح وهذا الذي استظهره أكثر أصحاب أحمد ومنهم الموفق والطوفي والشيخ تقي الدين وغيرهم لا أي لا يذكر لأنه تطويل ولا فائدة منه وعلّل ذلك فقال لأن الطردية لا يؤثر مفردا ذكر هذا الطرد إذا لم يذكر إذا ذكر وحده فإنه لا يؤثر في الحكم ليس بمؤثر ولا أثر له في الوجود ولا في العدم فكذلك مع غيره أي إذا ذكر مع العلة فإذا كان وحده لا فائدة من ذكره فمن باب أولى إذا ذكر مع العلة قال كالفاسق في الشهادة ما معنى كالفاسق في الشهادة هذا يقول قياس الفاسق وحده لا تقبل شهادته فإذا جاء فاسق مع عدلين نفس الحكم وجوده كعدم لا أثر له فمن كان على سبيل الانفراد غير مقبول فكذلك إذا ذكر مع المقبول فإنه كذلك هذا الحالة الأولى وهو إذا كان الوصف وصفة طرديا غير مؤثر نعم الحالة الثانية تفضل ويندفع بالاحتراز عنه بذكر شرط في الحكم عند أبي الخطاب نعم يقول وأما إذا كان سورة النقض هي شرط ويكون الاحتراز بذكر الشرط أو بذكر انتفاء مانع فإنه يجب هذا التفسير الذي ذكرناه هناك الأول يجب في الأصح فعند أبي الخطاب والموفق ونوعا ما الشيخ الإسلام لأن الشيخ الإسلام لا يوافق مطلقا فإنه يجب ذكره ويندفع الاحتراز به مثاله نحو يعني نحو أي قول المستدل نحو حراني مكلفاني محقونة الدم فجرى بينهما انقصاص في العمد كالمسلمين إذ العمد أحد أوصاف العلة حكما وينتأخر نفضاء والعبوة بالأحكام للألفاظ نعم يقول المثال هو ما هو يقول أن يأتي المستدل فيقول حراني مكلفاني محقونة الدماء فجرى بينهما القصاص في العمد كالمسلمين فكأنه يقول إن العلة هي العمدية والتكليف شف التكليف والعمدية لا ما ذكرها نعم الحرية نعم الحرية طبعا هذا على مذهب نعم الحرية بالضبط لا الحرية ليست هي العلة العلة هي العمدية الحرية هذا وصف زائد العلة هي العمدية التي جرى فيها القصاص العمد العدوان هذه هي العلة ما هي الأوصاف التي زادها؟ أولا كونهما حريني لأن من موانع انتفاء القصاص أن يكون أحد أن يكون المجني عليه مملوكا مكلفاني يخرج ذلك يعني عند من يرى من أهل العلم أن غير المسلم ليس بمكلف محقونة الدماء أيضا ليخرج مسألة الذم والمعاهد لأن المعاهد هل يقتص منه أم لا هو محقون فيدخل المعاهد عند من يرى حقنا الدم ثم قال المصنف إذ العمد أحد أوصاف العلة حكما لأن أوصاف العلة هي العمد العدوان العمد العدوان يقول وإن تأخر لفظا حتى وإن أخرناها في سياق الجملة إلا أنها هي العلة قال والعبرة بالأحكام لا بالألفاظ يعني سواء جعلنا العلة هي في بداية كلامنا أو في آخره فالنتيجة واحدة هذا مبثابة الشرح للمثال نعم وقيل وقيل لا أي لا يندفع النقض بذلك إذ قوله في العمد نقض بذلك في الشرط إذ قوله في العمد اعتراف بتخلف حكم علته عنها في الخطأ وهو نقض نعم يعني هو نفس الكلام السابق لا بد أنه يأتي الجواب فيأتي بالرد عليه بأحد الأجوب الرابعة والأول والأول أصح نعم هذا تقدم التصحيح في أول الكلام الثامن القلب كم ذهب الوقت نعم السؤال الثامن القلب هو سؤال القلب هذا من الأسئلة اللطيفة الجميلة كما قال علماء الجدل والأصول لأنه هو قلب للدليل أو قلب للعلة وكلاهما صحيح فيقول المعترض إن الدليل الذي استدليت به هو في الحقيقة دليل لي على مذهبي وليس دليلا على مذهبك هذا هو سؤال القلب بعض الأصوليين ومنهم القاضي وغيره يسمون هذا الدليل بدليل المشاركة فيقول المشاركة في الدليل فدليلك يصلح لي أو يصلح لغيرنا وعلى العموم هذا الدليل القلب يرد على القياس ويرد على غيره ولكن هنا الأسئلة كما ذكرتكم في أول مبحث ذكر المصنف أنه سيردها خاصة عن القياس دون غيرها من الأدلة وهذا واضح مثلا في بعض الألفاظ العموم عندما يستدل الشخص بعموم فيقول هذا العموم يجري يمكن استدلاله بدليلك لي لا لك وهكذا وهو تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها قوله وهو أي سؤال القلبي تعليق نقيض الحكم المستدل على علته بعينها يسلم له بالعلة ولكن يقول إن هذه العلة تقتضي نقيض حكمك أي حكما لا يجتمع مع حكمك حكما لا يجتمع مع حكمك فالتعبير بالنقيض ليس النقيض بمعنى اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان بل قد يكون غير ذلك ولكن أراد أن يبين أنه لا يجتمع معهم وقد يرتفعان بعد ذلك ثم المعترض طارة يصحح مذهبه كقول الحنفي الاعتكاف لبث محظ فلا يكون بمجرده القربة كالوقوف بعرفة فيقول المعترض لبث محظ فلا يعتبر الصوم في كونه القربة كالوقوف بعرفة قبل أن أذكر في ما يفعله المعترض خلأ أذكر لكم مثالا في القلب وهذا المثال قال عن جماعة من الأصوليين كابن العماد صاحب كتاب الجدل من الحنابلة وهو أول قضاءة الحنابلة في مصر رحمة الله الجميع أنه قال هذا المثال هو أحسن أمثلة القلب كذا يقول المثال هم يقولون عندما يأتي شخص فيتكلم عن إزالة النجاسة فيقول إزالة النجاسة هي طهارة تراد للصلاة تراد للصلاة فلا تحصل بغير الماء كإزالة الحدث هذا دليل مذهب الحنابل على المشهور فجعلوا الفرع هو إزالة النجاسة والأصل رفع الحدث بالوضوء والحكم أنه لا يحصل بغير الماء فيه ماء والعل بينهما أنها طهارة للصلاة تراد للصلاة فيأتي المعترض على الرواية الثانية في المذهب فيقول إن قولكم إنها طهارة تراد للصلاة صحيح لكن هناك طهارات تراد للصلاة ويستخدم فيها غير الماء كالتراب فأقلب دليلكم فأقول إن إزالة النجاسة طهارة تراد للصلاة فتحصل بغير الماء كالتيم فقلب الدليل سلم بالعلة ولكنه قلبه فحينئذ جعل هذا الدليل دليلا على صحة إزالة النجاسة بغير الماء كالتريب أو غير ذلك من الأمور الكثيرة هذا يقول ابن العماد وهو من أحسن الأدلة وألطفها وأمسها بدليل القلب نعم ثم قال مصد ثم المعترض يعني بدأ يتكلم عن مقصود المعترض من دليل القلب وبين أن المعترض له أحد مقصودين له أحد مقصودين إما أن يكون مقصوده إبطال دليل المعترض وتصحيح مذهبه هو والحالة الثانية أن يكون مراده إبطال مذهب المعترض إبطال مذهب المستدل عفوا دون تصحيح مذهبه ما يهم مذهب بس أقول أريد أن أبطل فأنا أتيت بنقيض قولك لا يلزم أن يكون نقيض قولك هو قولي لكن أتيت بالنقيض وهو العدم عدم وجود الحكم بدأ في الحالة الأولى فقال ثم المعترض تارة تارة يصحح مذهبه أي مذهب نفسه وقبل ذلك يبطل مذهب المستدل ويصحح مذهب نفسه مثل له قال كقول الحنفي في الاستدلال الاعتكاف لبث محظ فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة فحينئذ لابد ماذا يقول الحنفي يقول إن ما كان لبثا محظا ليس قربة لابد أن تأتي معه عبادة أخرى فيريد أن يستدل الحنف الانحنفية في مذهبهم لابد أن يكون الاعتكاف من شرطه الصيام بينما المذهب والجمهور على أنه لا يشترط الاعتكاف الصيام لأنه صلى الله عليه وسلم قال اعتكف ولو ليلة والليلة لا صيام فيها حديث عمر فدل ذلك على أنه ليس من شرط الاعتكاف الصيام لكن على العموم استدال المذهب الحنفي قال إنه لا يوجد عبادة فيها لبث محظ فرأى دليلهم أنه يقول إنها لبث محظ فلا يكون بمجرده قربة عندهم كالوقوف بعرفة فيأتي المعترض فيقول إن الاعتكاف لبث محظ نعم صحيح أسلم بذلك العلم موجودة فلا يعتبر الصوم فيه أو لا يعتبر الصوم في كونه قربة كالوقوف بعرفة نعم نفس الأصل الأصل لا يشترط فيه الصوم لما قلت إن هناك نقول هنا أيضا لا يشترط فيه الصوم وأسلم لك بالدليل فإن اللبث المحظ لا يشترط فيه بل لا بد أن نجتمع معه شيء آخر وهو النية فنقول ليشترط معه النية فقال ابنا دليله بأن أبطلنا مذهبه وصححنا مذهبنا بعدم اشتراط الصوم وطارة يبطل مذهب خصمه كقول الحنفي الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح كالخف فيقول المعترض ممسوح فلا يقدر بغربعك الخف نعم يقول وطارة يبطل مذهب خصمه فقط دون التعرض لتصحيح مذهب المعترض فقط غرضه من هذا السؤال وهذا القلب إثبات النقيض فقط دون التعرض لرأيه وقبل أن أذكر هنا المصنف أورد معنا مثالين وهذان المثالان هو في الحقيقة لحالتين وليس لحالة واحدة يختلف فيهما النظر ويختلف فيهما التفصيل الحالة الأولى أو المثال الأول هو أن يكون المعترض مبطلا لمذهب الخصم وحده نصا والحالة الثانية أن يكون المعترض المثال الثاني هو الحالة الثانية أن يكون المعترض مبطلا لمذهب خصمه وحده من باب اللازم من باب اللازم ففرقوا بينما كان من باب النص ومن باب اللازم وذلك أورد المصنف مثالي هنا فائدة فقط أشير لها إشارة ذكر بعض الجدليين وهو أبو محمد الجوزي أن الحالة الثانية هي التي تسمى بقلب التسوية قلب التسوية وبعضهم يقول لا بل قلب التسوية لها معنى آخر وقد ذكر القاضي أبو يعلى أن قلب التسوية من أحسن القلب لأن فيه فقها لأنهم باب اللازم وعلى العموم يعني أخذها على سبيل جملة لطيق الوقت بدأ المصنف بإبطال مذهب الخصم وحده من باب النص على الإبطال فقال كقول الحنفي أي في الاستدلال طبعا في الاستدلال على ماذا على مذهبه بأنه لا يجب استيعاب مسح الرأس في الوضوء وإنما يكفي مسح الربع فقط يكفي مسح الربع فقط طبعا الحنفي يرون أنه إذا وضع كفه على رأسه فالكف يغطي ربع الرأس فحينئذ يكفي وعند الحنفية التقدير بالربع كثير عكس الحنفية عكس المالكية فإن المالكية التقدير عندهم بالثلث كثير الحنابلة يقدرون بالثلث لكن أقل أقل من المالكية نعم الموفق قال في المغني ويقدروا بالثلث في مواضع كثير لكنهم أقل بكثير من المالكية المالكية عندهم كل كثير من أو ليس كل كثير من الإطلاقات التي لم يرد النص بتقديرها تقدر عنده بالثلث قال كقول الحنفي دليلا على عدم وجوب مسح الرأس كاملا والاكتفاء بمسح ربعه قال الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح كالخف إذن الأصل المقيس عليه هو الخف الحكم أنه لا يجب الاستيعاب العلة أنه ممسوح أنه ممسوح والفرع الرأس قال فيقول المعترض إن الرأس ممسوح فلا يقدر بالربوع ما تكلمنا قلنا أنه يجب استيعابه كله أو نحو ذلك من مذهب أحمد أو مالك فلا يجب استيعابه فلا يقدر بالربوع سكتنا بل حتى الشافعي الذي يرى أنه يجوز يكتفى بمسح ثلاث شعارات من الرأس في مسح الرأس يصح أن يكون معترضا على الحنفي لأنه عدم التقدير بالربوع قال كالخف لأن الخف لا يقدر بالربوع وإنما يمسح أكثر الظاهر هذا المثال أو النوع الأول حالة الثانية وكقوله في بيع الغائب عقد معاوضة فإن عقد مع جهر العوض كالنكاح فيقول خصمه فلا يعتبر به خيار وغير كالنكاح هذا مثال آخر لقلب العلة أو السؤال القلب ويكون من باب إبطال مذهب الخصم من باب اللازم لمن باب النص قال كقوله أي كقول الحنفي وغيره في بيع الغائب أي في الاستدلال على بيع العين الغائبة المجهولة المقدار الغائب عن المجهول الذي لا يعرف مقداره فيقول إنه بيع عقد معاوضة فينعقد مع الجهل كالنكاح كما أن الرجل إذا تزوج امرأة لم يرها فإنه يصح هذا العقد فكذلك عقد المعاوضة لأن المعقود عليه مجهول هذا دليل بعضهم فيقول خصمه إن عقد البيع على الغائب عقد معاوضة فلا يعتبر فيه خيار الرؤية لم يقول ينعقد ولم يقول لم ينعقد وإنما قال لا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح لأن النكاح ليس فيه ثبت خيار الرؤية إذا رأى المرأة يثبت لكنه ليس له إلا الخيار إذا وجد عيب من عيوب النكاح فقط فيكون ذلك من باب اللازم لأن لأننا إذا صححنا بيع الغائب أثبتنا له خيار الرؤية شف كيف إذا صححنا بيع الغائب أثبتنا له خيار الرؤية فهو لازم له فإذا أبطلنا اللازم أبطلنا الملزوم فهو أبطل بنفس الدليل اللازم وذلك قال القاضي بيعلى أنه دليل لطيف يعني دقيق جداً يحسنه الفقهاء الذين دققوا في النظر في الأدلة نعم أكثر الأصوليين وأكثر يعني أصحاب أحمد على أنهم أن سؤال القلب صحيح فيبطل مذهب المستدل إذا لم يجب عنه ونقل عن بعض الشافعية أنهم يقولون إن سؤال القلب غير صحيح وأما أكثر الجدليين من المذاهب الأربع وغيرهم يرون أنه صحيح طيب قال فيبطل مذهب المستدل طبعاً حيث لم يستطع الإجابة عنه لعدم أولوية أحد الحكمين بتعليقه على العلة المذكورة هذا تعليم من المصنف للبطلان معنى هذا الكلام أنه المصنف يقول يعني أنه لما استطاع المعترض أن يثبت بهذه العلة حكماً مناقضاً للحكم الذي أورده المستدل فإنه في هذه الحالة يبطل دليل المستدل لأن هذه العلة أنتجت حكمين متناقضين فلا يصح الاستدلال بها هذا هو الكلام لأن النقيضين لا يجتمعان لا يجتمعان أبداً هذا مؤدى هذا الكلام طبعاً هنا فائدة قبل أن نذكر آخر جملة يعني المصنف في أول كتابه أورد في منهجه أنه لا يذكر الأدلة قال فقط أذكر مسائل بلا أدلة بعض المواضع ومنها هنا توسع في باب الجدل بالذات اللي هو باب الأسئلة عفواً هو الجدل هو جزء من الجدل باب الأسئلة على القياس توسع في ذكر التعليل التعليل لذلك أحد سببين السبب الأول إن إما أنهم باب المتابعة لأن الأسئلة هذه أخذها بنصها بصوابها وخطأها من الطوفي كما ذكرت لكم في الدرس الماضي وقلت بخطأها لأنه مر معنا في الدرس الماضي أن الطوفي في شرحه لمختصر نفسه صوب كلامه في موضعين أو ثلاثة نسيت درس الماضي هذا السبب الأول السبب الثاني أن هذا الأدلة ليست أدلة تنبني عليها أحكام وإنما أدلة مناظرة فقط يعني من باب المناظرة فهي من باب أدب المناظرة فذكرها من باب الإقناع فقط ليست لإثبات الحكم فلا يكون خارماً لقوله الأول إن أردنا أن نعتذر له والقلب معارضة خاصة فجوابه جوابها لا يمنع وجود الوصف لأنه التزمه في استدلاله فكيف يمنعه؟ نعم قوله هو القلب معارضة خاصة يعني أن القلب في الحقيقة هو داخل في سؤال معارضة الذي هو السؤال التاسع الذي بعد ذلك وسؤال معارضة من أهم الأسئلة وهو مقابلة الدليل بدليل آخر فالحقيقة كأنه قابل دليله بدليل آخر لكن اتفق في العلة فهو معارضة خاصة كسائر الاعتراضات بالمعارضة لكنه خاص لاتحادهما في العلة من هذا الجانب قال فجوابه أي فجواب المستدل على المعترض بسؤال القلب كجواب المعارضة الذي سيأتنا إن شاء الله قال لا يمنع وجود الوصف لا يكون منها من الأجوبة منعه وجود الوصف لأنه التزام لأنه التزمه في استدلاله فكيف يمنعه فحينئذ لا يمنع هذا الوصف يعني لا يمنع المعترض وجود لا يمنع وجود الوصف الذي أورده المصنف في هذه الصورة لأنه التزمه وإنما يأتي به بجميع الأجوبة في المعارضة كالترجيح وغيره نتوقف يعني صعب الدرس هو طويل أجل نقف عنده والمعارضة يعني أريد أن نعطيه حقه لأنه الحقيقة من الأدلة يعني أو الأسئلة المهمة أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعنا للمنافع والعمل الصالح وأن يتولانا بهداه وأن يغفر لنا ولوالدين والمسلمين والمسلمات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحد الأخوان يقول هناك من يفتي بالقول المعتمد في المذهب مطلقا في كل مسألة ويقول إن هذا الذي عليه أكثر العلماء فهل يجوز ذلك لا أدري من أين جاء بأن هذا قول أكثر العلماء أبدا ليس بصحيح بل العلماء منذ القدم وسأذكر لكم من هذا الكلام بل العلماء منذ القدم وهم يقولون إنه يفتاء بخلاف المذهب أين قالوا ذلك حينما تكلموا عن الفتاوى وقالوا إن الفتاوى لا يؤخذ منها المذهب كذا يقول كتب الفتاوى لا يؤخذ منها المذهب لأن المفتي يفتي في كثير من الأحيان بخلاف المذهب إما لترجح دليل وإما مراعاة لخلاف وإما لحاجة أو ضرورة وإما لمصلحة رآها في الشخص وإما لعرف معين وإما لعرف معين وإذاك لما تكلموا سأذكر لك ناس في أيام لازدهار الفقح عندما كان الفقه فقها قبل أن يكون الفقه مدونا في الكتب وليس محفوظا في الصدر مثل ما قال أول وليس علما ما حولقي مطر وإنما العلم ما وعاه الصدر لما تكلموا عن فتاوى القاضي حسين المروزي هذا القاضي حسين هذا ملء السمع والبصر حقيقة ملء السمع والبصر هذا من كبار شيوخ الخرسانيين الشافعية والقاضي حسين يعني طبع له كتابان الفتاوى التي أو ردها يقال إنه جمعها تلميذه البغوي صاحب التهذيب يعني هو تلميذه من أصحاب الوجوه عند الشافعية وله كتاب آخر باسم باب الفائدة اسمه التعليقة طبع الطهارة وجزء من الصلاة وأخبرني قريبا أحد الإخوة أنه وجد قطعة كبيرة من التعليقة وهذا نفع للمسلمين عموما فكتاب التعليق القاضي حسين ليس قاصرا نفعه على مذهب دون منعداه لأنه في الحجاج والأدلة نرجع لكلامنا المقصود أن القاضي حسين لما تكلم في الفتاوى ذكروا في كتب التراجم أن الفتاوى لا تعتمد في نسبة المذهب مع أنه شيخ الخرسانيين إذن الفتاوى منذ القدم يفتى بمعايير أخرى مختلفة بل إن العلماء يقولون لا يجوز للشخص انتبه لهذا المسألة أن يعمل في خاصة نفسه بما لا يدين الله عز وجل به إذا ترجح عنده الدليل بشيء فنحن متعبدون بما قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلفهم فيه قال الله قال رسوله ما يجوز بل بعضهم شدد في ذلك وكما تعلم في كتاب الفروع أنه يقولون ويحرم التقليد على من كانت له وآلة الاجتهاد بل أظن المذهب جميعا على هذا الشيء أظن ذلك فيما ينقولون عنهم ففي خاصة نفسه كذلك وبناء عليه فيقولون وهذا تقرير ابن القيم في الإعلام أن أهل العلم يقول إنه لا يجوز للمفتي إذا كان في خاصة نفسه يرى الأسهل أن يفتي الناس بالأشد إذا كان في خاصة نفسه يرى الأسهل يرى أنه لا يلزم غسل النجاسات سبع مرات فيأتيه مستفتي فيقول ما حكم غسل النجاس إذا وقعت على الثوب يقول ومذهب المتأخرين من أصحاب أحمد أنه يجب غسلها سبعا فاغسلها سبعا وهو في خاصة نفسه لا يغسلها ويتدين الله بعدم صحة ذلك نقول حرام عليك ذلك فإن تحريم الحلال أشد حرمة من إباحة المحرم هذا كلام القيم أو مؤدى كلام القيم في إعلام المقيم المقصود أن أهل العلم طريقتهم ودأبهم أنهم يفرقون بين المذهب وبين الفتوى هذا لا أحد ينازع فيه فيما أحسب نعم بعض الناس وعفت آلته من جانب فلم يستطع النظر في الأدلة أو لم يكن عنده قول فيه فتوى في البلد فإنه قد يقول عندما يكون لا يكون هناك شيء مقدم على قول المذهب فيفتى بالمذهب وهذا كثير جدا كثير من مسائل كثير من أهل العلم يقول هذا ليس فيه شيء فنرجع للمذهب وهذا صحيح إذن يجب أن نفرق يعني نقل ابن عبدين في رسم المفتي عن صاحب كفاية المنية أو كفاية نسية لإسم الكتاب هو في مشهور كتاب عن الحنفية عن عمو قال إنه لا يجوز للشخص إذا دخل بلدة ولو كان حافظا لكتب أصحابنا أن يفتي بها شف عارف المذهب الحنفي بمعناه بنصه لا يجوز له أن يفتي حتى يعرف عرف أهل البلد ومن الذي يفتى به عنده فلذلك هذا الكلام يعني صواب من جهة وخطأ من جهة إطلاقه خطأ والمنع منه مطلقا خطأ وإنما هو تفصيل بين الأمرين كما ذكرت لكم يقول حكم بيع السمك بالسمك ما حكمه حيث أن بعض الناس يبيعه بالوزن وبعضهم بالعدد فما الحكم أولا بيع السمك بالنقد يعني بغير الموزون يجوز بيعه وزنا ويجوز بيعه بالحبة ويجوز بيعه كيلا يعني عددا ووزنا وكيلا لماذا؟ لأنك بعته بغير الوزن بغير الوزن واضح؟ بعت الموزون بغير الوزن ومثله وجنسه يوزن ترى العادة أن السمك يباعه بالوزن هذا شبه اتفاق إلا خلاف شاذ جدا الذين يقولون إن الموزون لا يجوز بيعه بغير جنسه إلا وزن هذا خلاف يعني شبه شبه أنه يعني شاذ وانتهى لأن قول النساء السلام الوزن وزن مكة والمكال ومكال المدينة قالوا هذا يطبق في بيع الربويات بمثلها إذا كان الصنفان ربويان وفي السلم معرفة مقدار السلم هذه الأساسية وقيل غيرها لكن هذه الأساس طيب أما لو بيع السلم السمك بموزون آخر مثل سمك بسمك والسمك يباع وزنا فحينئذ يكون من باب الربويات يكون من باب الروايات فلا بد من التماثل إذا بيع سمك بسمك على المذهب إذا قلنا إن العلة هي الوزن هذا سؤال أخينا يقول على المذهب أو قول الثاني مدام أنه يبيع بنقد أصلا لا يبيع سمك بسمك فهو يعني يبيع بنقد بالحبة بالكيس اللي هو الوزن الكيس بالكيس وبالوزن بالجرام هذا أخينا يقول ما الفرق بين الطراد العلة وأن تكون العلة متعدية الطراد العلة معناه أنه حيث وجدت العلة وجد الحكم حيث وجدت العلة وجد الحكم هذا الطراد العلة والحالة الثانية أن تكون العلة متعدية معناه أن العلة ليست قاصرة معنى ذلك أن هذه العلة لها أكثر من حكم وصورة تنطبق عليها فالقاصرة لا تنطبق إلا على صورة واحدة مثالها عندما نقول إن العلة على قول في المذهب إن العلة في الربا في الذهب والفضة الثمانية ويرون أن الثمانية علة قاصرة على الذهب والفضة على قول كذلك فحينئذ يقول إنها علة قاصرة هذا المثلون بهذه العلة القاصرة لا تتعدى الشيء الذي نص عليه يعني هذا أخونا يقول هل بن القيم من الصوفية هذا من اشتراك الألفاظ فكلمة الصوفية هذا من اشتراك اللفظي أولا للخلاف في اشتقاقها فبعضهم يعني يذكر اشتقاقا صحيحا وبعضهم يذكر اشتقاقا غير صحيح ولكن على العموم هذا المصطلح ورد ذكره ربما نقول من القرن الرابع أو قبله لا أدري الآن بالضبط لأن أبو عبد الرحمن السلمي صاحب التفسير له كتاب اسم الطبقات الصوفية وله كتاب أيضا مطبوع وله كتاب آخر في ذكر الصوفيات من النساء كلاهم مطبوع لا أدري هذا المصطلح هذا قبله نعم أيضا أيش اسم هذا الكلباذي من علماء القرن الرابع له كتاب أيضا في سماكة الصوفية نسيت اسمه الآن نسيت اسمه فيبدو أن هذا المصطلح من القرن الرابع موجود يعني في الثلاثمائة ولا أدري هل هو موجود قبل ذلك أم لا علمها عند الله فهذا المصطلح يطلق على على فئات متعددة أشهر تقسيم للصوفية أشهر تقسيم أن الصوفية ثلاثة تقسام النوع الأول صوفية السلوك وهو التزهد في الدنيا والبعد عن كثير من المباحات وتركها والانشغاء بالطاعة والزهد في كثير من والانشغاء في كثير من الأشياء المحبوبة للنفس وإن كانت جائزة سواء كانت من أفعال القلوب أو أفعال الجوارح أو نحو ذلك والاعتناء بأيضا أفعال القلوب بكثرة فهذا حسن وهذا الذي يقولون هم أهل الطريقة كالجنيد عليه وهم نوعان منهم من كان فقيها كسفيان الثوري وأحمد ومنهم من كان على طريقة السنة وإن لم يكن معلوما بالفقه مثل إبراهيم بن أدهم والجنيد وجماعة نعم قد يحدث انحرف في السلوك عند بعض الناس من أشهر الذين انحرفوا في السلوك في الصوفية مثلا طائفة تسمى الملامية هؤلاء ليسوا فرقة وإنما طائفة هؤلاء الملامية الذي يتعمد أن الناس يتكلمون فيه بسوء فتجده يظهر للناس أنه فاجر وأنه فاسق هذا ليس من الدين في شيء وإنما دخلوا من جهلهم بالحكم الشرعي النوع الثاني من الصوفية الطرقية وهم الذين انتسبون للطرق المتعددة وقد تكون بعض هذه الطرق من سوبة لأئمة هدى فالطريق القادرية أو الجيلانية من سوبة لإمام من العلماء الصوفية وهو الشيخ عبد القادر الجيلاني الحنبلي شيخ الموفق وعبد الغني شيخ موفق بن قدامة وعبد الغني صاحب العمدة وهو على طريقة سوية تكلم الشيخ تقييدين عنه في كثير من الموابع في الثناء عليه وعلى طريقته وأنه على سنة فمثل هؤلاء الطرقية الذين ينتسبوا لها الطرق وإن كان بعض أصحاب الطرق هم براء منها مثل الشيخ عبد القادر الجيلاني هؤلاء وقعوا في بدعة لأن الانتساب للطريقة هذه بدعة لكنهم في الجملة مجرد انتساب للطريقة قد يبتعد عن طريقة أهل السنة بقليل وقد يبتعد بكثرة لكن الطرقية كلها بدعة لا تجوز كل الطرقية بدعة وهذه ابن القيم منها براء بل إنه شدد منها فهو على الطريقة الأولى أنكر الطرقية وشدد فيها والطرقية هذه ما أدري متى حدثت لكن لم أقرأ فيها كثير لكن أظنها في القرن الخامس ربما أو السادس يعني بعد القرون المفضل بكثير الطريقة الرأة أو القسم الرأة الثالثة هذه التي هي شر الشرور وهي الخرافية وهي الخرافية وهذا التقسيم الثلاثي سمعته من فيي الشيخ عبد العزم بس عليه رحمة الله قسمهم هذا التقسيم فأنا تبعته في هذا التقسيم طرقية صوفية السلوك وصوفية الطرقية وصوفية الخرافية هؤلاء الخرافية هم الذين يغلون في أشخاص معينين فيعتقدون بأنهم يحركون الكون أو يغيرونه أو يغيرون القدر أو أنهم يفعلون أشياء من الحقيقة هي لا يجوز نسبتها لغير الجبار جل وعلا أو ينزلون بعض الأشخاص منزلة الأنبياء كما قال بعضهم مقام النبوة في ظرزخن فويق الرسول ودون الولي فيرون أن الولية أعلى بكثير من الرسول وأعلى بكثير من النبي هذا أعوذ بالله لا يجوز من الخرافية الذين يعتقدون في القبور ويعظمون الآثار تعظيما يصل إلى الخروج من الملة فهذا أيضا لا يجوز هذه خرافية ليست من الدين في شيء الخرافية الذين يتوسعون في قضية الحال حتى ذكر بعض المتأخرين ألف كتابا وهو كتاب قبل ثلاثمائة سنة اسمه صفوث من انتشر في ذكر صلحاء القرن الحادي عشر فذكر أن أحد هؤلاء جلس مع آخر من هؤلاء الطاقة الثالثة أو النوع الثالث فأراد أن يتناظر ليس في علم وليس في هدى وإنما أينا أقوى حالا فقال كل واحد منهما أنا أرفعك فرفع الأول الثاني شبراً عن الأرض فجاء الثاني فرفعه شبري فجاء الأول فرفعه متراً فرفعه الثاني مترين فرفعه الثالث عشرة أمتار فرفعه الأول عشرين متراً يقول فما زال كل واحد منهم يرفع صاحبه حتى غاب في السماء لم يرفق السحب أي دين هذا أي حال هذا هذا كله خرافة كله فساد وليس من الكرامات في شيء إذن هذه خرافة أصبحوا يروجون على الناس باسم السحر الكتاب الذي طبع باسم الطبقات الكبرى للشعراني إن صح نسبته إليه وأنا أشك أن الشعراني يكتب ذلك ففيه من الخرافة والضحك ما لا يصدق وأنا أقول صحة نسبته لي لأني وقفت على كتاب له يعني ربما أخطى في سجع الكتاب لكن أظن اسمه تنبيه المغترين من أهل القارن العاشر والتارين أو نحو هذا السجع ذكر الشعراني أن بعض الناس نسب إليه في كتبه ما لم يقوله وأنا لا استبعد ذلك لأن بعض الخرافين نسب في هذا الكتاب كلام لا يصدق كلام كلام أصبح الكلب أكرمكم الله إذا نظر لبعض الآدمين أكسبهم الولاية ما هذا كلام الكلب أفضل من بني آدم أين الدين أين العقل هذا خرافة فكما أن الناس في الخرافة درجات وفي العقول درجات فكذلك في كل طبقة من هذه الطبقات في ثلاث درجات بعضهم في مرحلة غلو وبعضهم أدنى من ذلك خيب آخر سؤال أنا أطلت عليكم في الشرف وفي السؤال نعم هذا السؤال يتعلق بالدلس جيد يقول إن سؤال الكسر قلت إن الجمع بين القولين أن نقول هذا الجمع مني أنا ترى لم أقف على أحد صرح بهذا الجمع فانسبوه لي يعني لا تقول أنه هو المذهب وإنما يظهر لي فإن كخطأ مني أنا ولا ينسب للمذهب أنه يجمع بين المذهب ما أقول أخونا قال المذهب لا أنا أقول الجمع بين القولين المذهب صحة الاعتراض به إذا كانت الحكمة منضبطة يعني أعدل صياغة أخينا فأقول صحة الاعتراض به إذا كان المناط حكمة منضبطة لأن ما يصار الحكمة منضبطة إلا إذا انعدم الوصف فمن شرط التعليل بالحكمة انعدام الوصف في ذلك لابد أن نأتي بشرط انعدام الوصف فهل يقال بشرط انعدام الوصف نعم أحسنت نعم الذي قلته بالضبط فحينئذ لا يصح الاعتراض ولو وليت الحكم نعم كلامك صحيح مئة بالمئة كما ذكرت قبل قليل أنا أجبت قبل أن أقرأه والسطر الأخير نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وفيكم باركة